أقدموا مصدر من المصادر التي جمعت التوقيعات المهدوية كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة قطعا لم يجمع كل التوقيعات ولكن ما وصلت يده إليه هذه طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في هذا الكتاب تبدأ التوقيعات من صفحة 509 إلى صفحة 549 من صفحة 509 إلى صفحة 549 هذا الباب هو باب التوقيعات وتلاحظون عدد الصفحات عددا قليلا المصدر الآخر غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة فهذا الكتاب اجتمل على طائفة من التوقيعات التوقيعات التي ذكرها هي هي موجودة هنا لكن عدد التوقيعات يختلف أنا هنا ذاكر لكم المصادر التي ذكرت هذه التوقيعات أقدم مصدر كمال الدين وتمام النعمة وبعده غيبة الطوسي وبعده احتجاج الطبرسي هذه طبعة مؤسسة الأعلم إنها طبعة المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين من صفحة 467 وإلى صفحة 499 من صفحة 467 إلى صفحة 499 وهذا المصدر هو المصدر الذي يشتمل على الرسالتين المشهورتين التي وردت من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد أقدم مصدر بعيدنا للرسالتين هو هذا الإحتجاج سأشير إلى موضوع رسائل الإمامي إلى الشيخ المفيد مصدر آخر أيضاً وهو الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي من صفحة 150 إلى صفحة 198 وهكذا عوالم العلوم للمحدث البحراني مع مستدركاتها إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة وهذا هو الجزء الثاني من مجموعة عوالم الإمام المهدي التوقيعات تبدأ من صفحة 542 إلى آخر هذا الجزء وهناك أيضاً الجزء السادس من معجم أحاديث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه تأليف ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية الطبعة الثانية 1428 هجر قمر قموا المقدسة هذا الكتاب أيضاً هذا الجزء وهو الجزء السادس من معجم أحاديث الإمام المهدي يجتمل على التوقيعات الشريفة هذا الكتاب هو الأوسع في جمع التوقيعات المهدوية كتاب جديد موسوعة توقيعات الإمام المهدي صلوات الله عليه محمد تقي أكبر نجاة دار الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم موسوعة توقيعات الإمام المهدي محمد تقي أكبر نجاة هذا الكتاب كتاب جديد معاصر جمع مؤلفه فيه أكبر عدد استطاع أن يجمعه من التوقيعات المهدوية الشريفة ما يرتبط برسائل الإمام إلى الشيخ المفيد أشير إشارة سريعة هذا الكتاب معالم العلماء في فهرستي كتب الشيعة لابن شهر آشوب أنماز داراني المتوفى سنة خمسمية وثمانية وثمانين للهجرة وهو من علماء الشيعة المعروفين هذا الكتاب معالم العلماء هذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة قموا المقدسة هذه الطبعة الأولى ألف أربعمية وخمسة وعشرين هجري قمري حينما نذهب إلى صفحة مية وتسعة وعشرين ورقم الترجمة سبعمية واثنين واربعين إنها ترجمة الشيخ المفيد يقول ابن شهر آشوب ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه وهذه المعلومة ليست صحيحة رسائل الإمام وصلت إلى المفيد الرسالة الأولى سنة أربعمية وعشرة والرسالة الثانية سنة أربعمية واثنعش للهجرة والمفيد توفي سنة أربعمية وثلاثة عشرة الإمام خاطب الشيخ المفيد بهذا اللقب لكن المفيد يلقب بهذا اللقب منذ صغره منذ كان يافعا الذي لقبه بهذا اللقب هو كبير علماء المعتزلة في بغداد علي ابن عيسى الرماني هذا هو الذي لقب الشيخ المفيد حينما كان يافعا في أوائل شبابه حينما كان صغيرا لقبه علي ابن عيسى الرماني لقب محمد ابن النعمان الذي هو المفيد المفيد هو محمد ابن النعمة لقبه علي ابن عيسى الرماني من كبار علماء المعتزلة في بغداد هو الذي لقبه بالمفيد فهذا خطأ واضح واشتباه فاضح من ابن شهر شوب المازند داراني في كتابه معالم العلماء ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه هنا يقول وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب كتاب معروف لابن شهر شوب المازند داراني مناقب آل أبي طالب مناقب آل أبي طالب جعل لكل معصوم من المعصومين بابا خاصا به فحينما يقول هنا وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب فلابد أن يذكر هذا في الباب الخاص بصاحب الزمان فهذا الكتاب مناقب آل أبي طالب قسمه مصنفه ابن شهر شوب الماز داراني قسمه بحسب المعصومين معصوما معصوما فحينما يقول هنا من أنه ذكر سبب تلقيب صاحب الزمان للشيخ المفيد بالمفيد هو يشير إلى الرسائل وإلا لا يوجد شيء آخر لكننا إذا ما ذهبنا إلى الجزء الرابع من أجزاء مناقب آل أبي طالب وهو الجزء الأخير منها نجد أن الجزء الرابع قد انتهى بهذا الباب باب إمامة أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله عليه هناك من جاء ورفع الباب الخاص بإمام زماننا حذفوه بالكامل لماذا حذفوا هذا الباب الأبواب الأخرى باقية إذا بدأنا من الجزء الأول إلى نهاية الجزء الرابع فقد ذكر المعصومين معصوما معصوما وجعل لكل معصوم بابا خاصا به إلى أن وصلنا إلى آخر باب بحسب ما هو موجود في كتاب المناقب الآن آخر باب هو الباب الذي يرتبط بإمامنا الحسن العسكري الباب الذي يفترض أن يكون بعد هذا الباب هو الباب المرتبط بإمام زماننا لا وجود لهذا الباب هناك من حذفه في نسخة كانت عندي من معالم العلماء وإنني لأتذكر ما جاء مذكورا فيها بنحو واضح جدا حينما طلبت من بعض الأخوة أن يأتيني بهذه النسخة كنت متوقعا أن أجد الكلام الذي أعرفه والذي قرأته في نسخة قديمة كانت عندي وحينما أقول في نسخة قديمة ما هي بمخطوطة ولا هي بمطبوعة بالطريقة الحجرية وإنما قد طبعت طباعة حروفية حديثة أتذكر أنني قرأت فيها من أن الإمام الحجة قد بعث بثلاث رسائل إلى الشيخ المفيد بثلاث رسائل وأشار ابن شهراشب من أنه ذكر ذلك في كتابه المناقب يعني أن الرسائل الثلاث ذكرها ابن شهراشب في كتابه المناقب أين سيذكرها سيذكرها في الباب المختص بإمام زماننا لقد رفعوا الباب بكامله يبدو أن الرسالة الثالثة كانت خطيرة جدا لذا لم يبقى عندنا من الرسائل الثلاث إلا ما جاء مذكورا في كتاب الاحتجاج صاحب الاحتجاج أورد رسالتين وما يدريني ربما صاحب الاحتجاج أورد الرسائل الثلاث ولكنهم حذفوا الرسالة الثالثة وحرفوا الكلام في كتاب الاحتجاج هذا هو واقع المكتبة الشيعية وأنا لا أتهم نواصب سقيفة بني ساعد أنا أتهم نواصب سقيفة بني نجف هذا الكلام أقوله ليس من تحامل هذا الكلام أقوله من خبرة طويلة في عالم الكتب بشكل عام وفي المكتبة الشيعية بشكل خاص مثل ما قلت لكم قرأت ولازلت أتذكر هذا بشكل واضح جدا في هذا الكتاب معالم العلماء لابن شهر شوب المازندراني وحينما طلبت من بعض الأخوة أن يهيئ لي هذا الكتاب لا أقصد الآن وإنما قبل سنوات قبل سنوات هنا في لندن طلبت من بعض الأخوة في لبنان أن يرسلوا لي مجموعة من الكتب من جملتها هذا الكتاب إنما طلبته لأجل هذه النقطة لأنني كنت محتاجا لذكرها في حديث في برنامج لا أتذكر الآن كنت محتاجا لذكرها لذكر أن عدد الرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد كانت ثلاثا لكنني ما وجدت شيئا من ذلك ووجدت هذا الكلام ولقبه بالشيخ المفيد صاحب الزمان صلوات الله عليه وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب بحسب النسخة التي كانت عندي ولازلت أتذكر ما فيها فإن ابن شهر آشوب تحدث تحدث عن ثلاث رسائل وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة ومن أنه من أن ابن شهر آشوب المازن دراني ذكر الرسائل الثلاث في كتابه المناقب الجماعة شايلين الباب كله الباب الذي يرتبط بإمام زماننا شايله كله حتى يخلصون من الرسالة الثالثة وإلا لا معنى لرفع الباب بشكل كامل رفع الباب بكامله شلع قلع حتى يخلصون من القضية من أساسها ولذا فإننا لا نملك الرسالة الثالثة مما يؤيد كلامي من وجودي ثلاث رسائل ما جاء في كتاب رجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية السيد مهدي بحر العلوم هذا هو الجزء الثالث من الفوائد الرجالية رجال رجال بحر العلوم المطبعة آفتاب إنها الطبعة الأولى الناشر الناشر مكتبة الصادق طهران إيران السيد السيد مهدي بحر العلوم توفي سنة 1212 هجري قماري ترجمة للشيخ المفيد وتبدأ ترجمة الشيخ المفيد صفحة 311 ماذا قال بحر العلوم في صفحة 320 وحكي عن الشيخ يحيى ابن بطريق الحلي صاحب كتاب العمدة وغيره أنه ذكر في رسالة نهج العلوم لتزكية الشيخ المفيد رضي الله عنه طريقين أحدهما ما يشترك بينه وبين غيره من أصحابنا الثقات وثانيهما ما يختص به وهو ما ترويه كافة الشيعة وتتلقاه بالقبول أن مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه وعلى آبائه كتب إليه ثلاثة كتب في كل سنة كتابة كتب إليه ثلاثة كتب في كل سنة كتابة إذن هناك ثلاثة رسائل وصلت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة ما بأيدينا رسالتان فقط الرسالة الثالثة ويبدو أنها خطيرة جدا لذا لأجل ذلك رفعوا الكلام الذي يرتبط بها من نسخة معالم العلماء على الأقل من هذه النسخة التي بين يدي وحذفوا الباب المختصة بإمام زماننا من كتاب مناقب آل أبي طالب هكذا تجري الأمور صدقوني هكذا تجري الأمور ولقد واجهت مثل هذا الأمر مئات المرات مئات المرات واجهت مثل هذا الأمر مئات المرات حتى صرت قاطعا قاطعا من أن الذي يفعل هذا مراجع الشيعة فلا يجرؤ أحد أن يفعل هذا إلاهم إلاهم نذهب إلى فاصل التوقعات المهدوية التوقعات المهدوية صارت عندكم صورة إجمالية عن مقدار هذه التوقعات في أصلها ما يقرب من سبعين سنة وما بقي عندنا منها إلا القليل وقد عرضت أهم المصادر التي جمعت هذه التوقعات لعلكم تبحثون عنها وحدثتكم بشكل إجمالي عن رسائل الناحية المقدسة إلى المفيد ومن أن الرسالة الثالثة قد ضاعت ضيعوها ما ضيعوها إلا لخطورتها النقطة الأولى هناك تضيع متعمد للتوقعات بقي القليل من التوقعات بين أيدينا النقطة الثانية موقف مراجع حوزة الطوسي بنحو عام من التوقعات إنهم يضاعفونها يضاعفونها سندا ويضاعفونها دلالة ولعل من أبرز هذه التوقعات توقيع إسحاق ابن يعقوب توقيع إسحاق ابن يعقوب أسئلة كتبها إسحاق ابن يعقوب إلى إمام زماننا وهي أسئلة خطيرة خطيرة جدا حين أقول خطيرة أقصد من أنها مهمة إلى درجة الخطورة في واقع حياتنا الشيعية وجاء الجواب بخط يد إمام زماننا عبر السفير الثاني وعرفت هذه الرسالة في أوساطنا الشيعية بتوقيع إسحاق ابن يعقوب نسبة للذي أرسل الرسالة وبعد ذلك فإن الإمام أجابه على أسئلته هذا التوقيع مع أهميته يضعفونه سندا ويضعفونه دلالة ولكنهم إذا احتاجوا إلى الضحك على ذقون الشيعة في قضية تأسيس المرجعية يعودون إلى هذا التوقيع فيرددون ما جاء في التوقيع وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم وأكثر أصحاب العمائم لا يعلمون أن هذا التوقيع توقيع طويل يتصورون أن الكلمة التي تعرف بتوقيع إسحاق بن يعقوب هي هذه فقط لأنهم أساسا لا يقرؤون الحديث ولا يقرؤون التوقيعات والحوزة تعلمهم من أول يوم يأتون إلى الحوزة أن لا يقترب من أحاديث أهل البيت وأن لا يقترب من توقيعات إمام زمانهم وإنما يبقون مشدودين إلى كتب المخالفين وإلى كتب مراجع الشيعة فقط الذين هم ألعنوا من المخالفين ولذا لو سألت أكثر المعممين عن هذا التوقيع لا يعرفونه ولا يعرفون مصدره إنما هي كلمة يحفظونها من خلال ما يسمعونه في الدروس وهم لا يعلمون في الأعمل أغلب من أن التوقيع الشريف هذا يجتمل على حكم إباحة الخمس زمان الغيبة الكبرى زمان الغيبة عموما لكنني ذكرت الكبرى لأننا نعيش فيها وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث وحينما يواجه المراجع بهذا النص فيقولون من أن الخمس المباحة هو الذي يرتبط بالمناكح بالزواج بقرينة لتطيب ولادتهم ولا تخبث وفقا لهذه الرؤية ولهذا التفسير فإن الأحاديث التي تقول من أن وجوب صيام شهر رمضان لأجل أن يستشعر الأغنياء جوع الفقراء فإذا افترضنا أن الغنية يستشعر جوع الفقير من دون أن يصوم هذا يعني أنه لا يجب عليه الصيام بحسب هذه الرؤية هذه رؤية شيطانية وهم يعلمون من أن التعليل وبيان الحكمة في ذيل بيان الأحكام الشرعية يأتي من باب بيان بعض الحكمة وإلا كما قلت لكم فإن الغنية الذي يستشعر جوع الفقير من دون أن يصوم لا يجب عليه الصوم وكذلك الفقير الفقير هل يحتاج إلى أن يستشعر جوع الفقير ما هو جائع فهذا يعني أن الصوم ساقط عن أي منطق فحينما يريدون أن يضحكوا عليكم يضحكون عليكم بهذه الطريقة السخيفة فيقولون لكم من أن الخمس الذي أبيح هنا الذي يرتبط بالمناكح أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع إنما أردت أن أعرض عليكم كيف يتعاملون مع التوقعات المهدوية ضيعوا أكثرها حكموا على الباقي بالتضعيف ضعفوها سندا ودلالة وحتى حينما يواجهون بها يحرفون مضامينها أردت عليكم في الحلقات الماضية زمان الحسناوي وهو معمم صغير لا قيمة له معمم صغير لكنه تعلم من المعممين الكبار يقرأ في هذا الكتاب في الكتاب نفسه من الكتاب يقرأ النص لكنه حين يقترب من عبارة وأما الخمس ينقلب حاله ويقفز قفزة واضحة رجاء اعرض لنا الفيديو وأتمنى على المشاهدين أن يقرأ لغة جسده أن يقرأ ما يظهر على وجهه وأن ينصت بدقة إلى الطريقة التي سيقفز فيها وأما قفزة لأنه يبدو قد رأى الطنطل أعرض لنا الفيديو وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران يأكل من فلوسنا يأكل شنو نار وأما وأما علة ما وقع من الغيذة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم مباشرة بعد العبارة وأما المتلبسون بأموالنا مباشرة تأتي العبارة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى آخر التوقيع الشريف قفز منها قفزتهم طويلة ذهب بها عريضة مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعثمان ابن عفان لما فر بعيدا جدا يوم أحد فقال له قد ذهبت بها عريضة يا عثمان فلقد قفز قفزة عريضة زمان الحسناوي هذا مثال بسيط نحن لا نمتلك الأدلة الحسية على ما يفعله الكبار فهذا مثال مما يفعله الصغار الذين تعلموا من الكبار كيف يحرفون التوقعات المهدوية رجاء أعيد بث الفيديو وانتبه إلى أن الرجل يقرأ من الكتاب فهو لا يقرأ من دون كتاب حتى أضع احتمالا من أنه نسي الكلام ويقرأ من الكتاب ما إن وصل إلى الجملة حتى قفز قفزة واضحة رجاء أعيد بث الفيديو وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران يأكل من فلوس نيران يأكل شنو نار وأما وأما علة ما وقع من الغيذة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم هذا تلميذ المراجع وهكذا تعلم من المراجع كيف يضحك على الشيعة وكيف يدلس على الشيعة وكيف يقطع التوقعات المهدوية الشريفة هذا مثال صغير لكن الواقع الشيعية منذ أن أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف سنة 448 يجري على هذه الحالة ويجري على هذه الهيئة الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار للمجلس الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي الرسالتان اللتان وصلتا إلى المفيد المصدر الأصل هنا وصاحب البحار نقل عن هذا المصدر وهو المصدر الأصل الرسالة الرسالة الأولى جاء فيها ذكر أكثر مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم الخطاب مع أكثر مراجع الشيعة الرسالة وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وفي الرسالة الثانية وصفهم الإمام بالسباريت من الإيمان السباريت جمع لسبروت بالضبط ما نقوله في ثقافتنا الشعبية العراقية سربوت والجمع سرابيت في لغة العربي الفصحى سبروت والجمع سباريت فالإمام وصف أولئك المراجع بالسباريت من الإيمان هذا الوصف لا ينطبق على العباسيين ولا ينطبق على غير العباسيين لأن أولئك لا إيمان عنده فما هم من الشيعة الإيمان هو التشيع الإيمان ولاية علي الإيمان ولاية الحجة بن الحسن بحسب ثقافتنا بحسب ديننا غيرنا لهم دينهم ونحن لنا ديننا السباريت من الإيمان الذين بإمكانهم أن يكونوا مؤمنين لكنهم يفتقرون إلى الإيمان هم الذين ضيعوا إيمانهم ضيعوا إيمانهم حينما نقضوا بيعة الغدير مثل ما جاء في الرسالة الأولى مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وأفضل مصداق لهؤلاء الطوسي الطوسي كان موجودا حينما وصلت هذه الرسالة للمفيد لأن الطوسي التحق بالمفيد سنة أربعمية وثمانية للهجرة وهذه الرسالة وصلت سنة أربعمية وعشرة للهجرة في الرسالة الثانية أيضا الإمام يقول فما يحبسنا عنهم ما يحبسنا عن الشيعة عن مراجع الشيعة وعن الشيعة عموما ما يحبسنا عن التواصل معهم فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم الإمام يتحدث عن كراهيته لهؤلاء المراجع وعن كراهيته للواقع الشيعي الرسالة الثالثة ماذا ذكر فيها الإمام يبدو أن الإمام قد تحدث بنحو صريح وصريح جدا ولذا ضيعوها ضيعوا الرسالة وما بقي لها من أثر بعيدنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه هذه صورة إجمالية عن التوقعات المهدوية الشريفة ترجمة نانسي قنقر